اشتركوا في القناة منجم مير يعد واحدا من اكبر مناجم الماس في روسيا ويعرف ايضا باسم منجم ميرني وهذا المنجم هو عبارة عن حفرة عمقها 525 مترا وقطرها 1 و 2 بالعشر كيلومتر وهو مهجر حاليا الثقب الازرق العظيم يقع هذا الثقب في مركز منارة الريف في البحر الكاريبي وكان في الاصل منطقة كهوف تشكلت خلال فترة العصر الجليدي الاخير وتعتبر الحفرة الزرقاء واحدة من افضل اماكن الغوص في العالم عمقها 120 متر وقطرها 305 متر منجم بينجهام كانيون هذا المنجم هو عبارة عن حفرة مفتوحة لاستخراج النحاس توجد في ولاية يوتا الامريكية وتعتبر اكبر حفرة من صنع الانسان عمقها اكثر من 1000 متر وقطرها 4000 متر ثقب جواتيمالا سيتي لعام 2010 ظهرت هذه الحفرة بشكل مفاجئ بعاصمة جواتيمالا عام 2010 وقد تسببت هذه الحفرة في تدمير تقاطع طرق كما ابتلعت مصنعا من ثلاثة طوابق وقد رأى الجيولوجيون بانها تشكلت لعدة اسباب من بينها العاصفة الاستوائية اغاثا واندلاع بركان باكايا فضلا عن مياه الفيضانات والتسرب من انابيب الصرف الصحي وكان عمقها 90 مترا وقطرها 20 متر منجم ديافك يقع ذلك المنجم في جزيرة النائية بالمناطق الشمالية الغربية من كندا ويصل عمقه الى 183 متر وقد تم افتتاحه عام 2003 ويقال انه ينتج ثمانية ملايين قيرات من الماس سنويا حفرة منجم تشوكوي كاماتا تقع هذه الحفرة شمال سانتياغو بيتشيلي حيث تعتبر منجم نحاس معروف ايضا باسم تشاكي وتنتج معظم النحاس في العالم عمقها يصل الى اكثر من 850 متر وتتصدر قائمة الحفر الاعمق في العالم على الاطلاق باب جهنم او حفرة الجحيم هي تسمية تطلق على حفرة مشتعلة بالنيران بدون توقف منذ عام 1971 في قرية دورويز التي تبعد 250 كم عن عاصمة تركمانستان وقد تكونت الحفرة والتي يبلغ قطرها 70 مترا وعمقها نحو 20 متر اثر سخوط حفارة الغاز الطبيعي اثناء عملها في المنطقة عام 1971 في عهد الاتحاد السوفيتي سابقا ولمنع تسرب غاز الميثان من الحفرة والاضرار بالبيئة والكائنات الحية قرر العلماء اشعال النار بها على امل ان تستهلك النار الغاز خلال عدة ايام ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان اذ لم تنقطع عنها النيران منذ ذلك الحين حتى الان بعد المشاهدة لا تنسوا تشجيعنا بالاعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع اصدقائكم ولكي يصلكم كل جديد اشتركوا الان